السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراء هذا الجمال يختفي خطر قد يكون قاتلا الكثير من نباتات الزين المنزلية يكون جزء منها ساما لكن مهلا هدفنا ليس هو تخويفك من النباتات أو أن نصور لك أن مجرد وجودها في البيت خطر لا ليس كذلك بل نقصد أن فقط جزء من النبات قد يكون الأوراق أو الثمرة أو الزهرة تكون فيها نسبة من السمية قد تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة وبالأخص في حالة مضغها أو أكلها الله سبحانه وتعالى خلق تلك النباتات لتنفعنا وليس لتضرنا وأكيد أن فوائدها أكثر بكثير من سلبياتها لذلك جزاكم الله خيرا اهتموا جيدا بنباتاتكم واعتنوا وتمتعوا بها لكن من باب الإحتياط النبات الذي نعرف أنه سام فقط نبعده عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية اليوم سنتعرف على عشرة نباتات زينة سامة لكن سنركز على خمسة منها لأنها الأكثر تواجدا في بيوتنا البداية تتكون بنبات الدفن باقياء الجميل سميتها تتركز في أوراقها وتؤثر فقط على الأطفال في حالة مضغ أوراقها فيحدث تهيج الفم وإفراط في سيلان اللعاب أغلب الحالات التي أصيبت بالتسمم لم تكن قاتلة بل فقط أعراض خفيفة عكس ما يشاء عن كون هذه النبتة قاتلة من النباتات السامة أيضا نجد القفص الصدري والجزء السام هو الثمرة والتي تكون على شكل أناناس ثانيا نبات الكروتون المتعدد الأشكال والألوان والزخربات الكروتون يفرز عصارة لبنية سامة ملامستها باليد تسبب في بعض الحالات التهاب وحساسية الجلد وفي حالة مضغها أو أكلها يحدث قيء وغثيان وإسهال هذه هي المادة السامة احضر أيضا من جذور نبات اليوغا فهي سامة ثالثا أم كالتوم كما تعرف في منطقة الخليج أو اللانتانا كامارا الجزء الخطير في نبات الميناء هو الثمرة التي تشبه لحد ما تمار التوت كما تشاهدون الأطفال الصغار قد يعتقدون أنها توت ويأكلونها وهنا المشكلة أوراق اللانتانا كذلك سامة مضغها يسبب مشاكل في الكبد لا قدر الله من النباتات السامة نجد أيضا ياسمين مدغشقر رابعا نبات الدفلة ذات الأزهار الجميلة والتي نجدها باللون الزهري الأحمر والأصفر والعديد من الألوان أغلب أجزاء الدفلة سامة ننصحكم بتجنب الجلوس قربها خاصة في وقت الظاهرة عند الشداد الحر لأنها في هذا الوقت تنتج وتفرز غازا ساما يسبب الدوخة والغثيان وصعوبة في التنفس تجنب استعمال أوراقها أو سيقانها في الطبخ أو الشواء لتفادي ما حدث للجنود الفرنسيين حيث توفي عدد كبير منهم نتيجة استعمال الدفلة في الشواء نبات الشمعة أيضا نبات تام خامسا نبات الكاريسة نبات زينة وفي نفس الوقت نبات مثمر فاكهته كما تشاهدون عندما تنضج تكون شبيهة لفاكهة البرقوق كل أجزاء النبات سامة يقال أن البذور داخل التمر أيضا سامة لكن بصراحة لست متأكدا من هذه النقطة نبات جميل جدا منتشر بكثرة في المنازل رائحته شبيهة برائحة الياسمين زهرته بيضاء جميلة الشكل ننصحكم بإبعاده عن متناول الأطفال الصغار زهرة الربيع أيضا نبات سام إذن أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة